لأول مرة في تاريخها تكون المساجد في تركيا بهذا الهدوء خلال شهر رمضان غاب الناس وغابت معهم تقوس الشهر وروحانياته والسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وبحسب الجانب الرسمي فإن الناس مضطرون إلى التكيف التام وتقبل هذا النمط الجديد للحياة في الأشهر المقبلة العودة إلى الحياة الطبيعية بمفهوم ما قبل عام 2020 هو مفهوم خاطئ فما نقوم به من إجراءاته وإقناع المواطنين كي يعتادوا على هذا النمط المختلف من الحياة وأن يصبح اعتياديا بمعنى أن الإجراءات التسهيلية لا تعني العودة إلى الحياة الطبيعية قبل انتشار الفيروس وهذا أمر يؤلمنا خاصة في شهر رمضان لكننا مجبرون على التكيف هذه الساحات كانت تمتلئ تماما بالزوار في أشهر رمضان بالأعوام السابقة ولكنها اليوم باتت فارغة إلا من بعض الزوار الذين يتفقدون المكان على ما يبدو وهم يدركون بأن الإجراءات الحالية إجبارية غابت الأجواء الرمضانية عن شهر رمضان تماما في تركيا هذا العام كما هو الحال في معظم دول العالم ولكن مع هذا فقد أعلنت السلطات التركية عن خطة لبدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية في بعض المرافق فالاستعدادات قد بدأت في الأماكن التي ستفتح أبوابها في الحادي عشر من الشهر الجاري وفق ضوابط معينة بناء على الخطة التي أعلنتها السلطات في البلاد ولكن السلطات تقول أيضا إنه إذا كانت هناك حاجة لإعادة تجديد الإجراءات فإنها مستعدة لذلك نقدر عاليا صبر المواطنين وتحملهم وتضحياتهم طوال فترة الحجر الصحي والإجراءات المشددة وخاصة في شهر رمضان الذي خسرنا روحانياته في المساجد خطتنا تهدف لبدء عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا ولكننا إذا اضطررنا سنعيد تجديد الإجراءات من جديد الأنظار في تركيا تتجه إذن إلى تاريخ الحادي عشر من أيار مايو الجاري الذي ستبدأ فيه عدة مؤسسات وعلى رأسها المجمعات التجارية بالعمل من جديد فيما يبدو أن الاختبار الأهم والأصعب هو مدى التزام الناس بإجراءات الوقاية وعدم الازدحم على مصبحات لقناة الغد اسطنبول